ومن العلاجات الشعبية المتداولة هي الحجامة والتي تعد إحدى أبرز فروع الطب التقليدي التي عرفها الإنسان منذ مئات السنين امتهمت الحجامة من واقع التجربة بعد أن الله ابتلاني بمرض في الظهر هو الدسك والقلب والرعاة وضعف النظر بفضل الله سبحانه وتعالى سمعت عن الحجامة وحجمت بعد هذه الحجامة من حجام وعزمت من هذا كل يوم بعدما الله شفاني بها وعزمت بأنني أتعلم الحجامة من خالص النية الحجامة هي من الطب النبوي أستنى به النبي صلى الله عليه وسلم والحجامة مختصرا هي مص الدم من قسم الإنسان الدم الذي يحتوي على مواد أخلاط رديئة أو السموم أو كوريات دم الحمراء الهارمة والميتة والدهون والشوائب فتقوم الحجامة بتخليص هذا الدم من قسم الإنسان التي تكون تحت سطح الجلد والحجامة نوعان حجامة وقائية يحجم بها من أجل الوقاية من الأمراض وحجامة علاجية وتستخدم لعلاج المرضى وتخليصهم من آلامهم وأوجاعهم الحجامة لها أضرار إن كان الحجام حجم مريضا وهو شبعان أو وهو جوعان وكذلك أضرار عند التعقيم قبل الحجامة لابد أن يعقم موضع الذي سيحجم فيه وبعد الحجامة يعقم في نفس الموضع ترجمة نانسي قنقر